تعالى أخذك على ما تم تداوله على بعض مواقع الإلكترونية وصفحات التوصل الاجتماعي منشورات كده بتقول إيه؟ الحكومة هتنشي 12 ألف غرفة عمليات بالمركز الإقليمي لزراعة الأعضاء 12 ألف؟ 12 ألف غرفة؟ عمليات؟ إنتم عارفين تكريفة غرفة عمليات قد إيه أصلا؟ 12 ألف غرفة عمليات؟ أنا أشك إن الرقم ده موجود في ألمانيا حقيقي مش هزار استنى هفتكر لك عدد غرف العنال مركزة في ألمانيا حاجة وعشرين ألف غرفة ده العنال مركزة مش العمليات يعني استحال الرقم ده مهم؟ طيب المركز الإعلامي لمجلس الوزر والله عظيم وقع مضحكة يعني بجد يعني بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان نفو طبعا هذه الأنباء وأكدوا أنه لا صحة لهذه المنشورات المتدولة على مواقع التواصل الاجتماعي 12 ألف غرفة عمليات بالمركز الإقليمي لزراعة الأعباء طب يعني مركز واحد هيتعمل فيه 12 ألف غرفة عمليات المقرر يا جماعة إنشاؤه يعني هذا المركز مقرر إنشاؤه داخل المدينة الطبية المستحدثة بمعهد ناصر ده هنا في معهد ناصر يعني تكمل كده على الكورنيش بعد ما سبيره هتلاقي إن شاء الله معهد ناصر على إيدك اليمين وده معهد مهم وكبير وعظيم بس هو هي تضمن 12 شيل الثالث أصفار اللي جنبها 12 غرفة عمليات وبالمناسبة 12 غرفة عمليات ده عدد كبير غرفة العمليات الوحدة بملايين و300 سرير داخلي بالمناسبة وكمان 52 سرير رعاية فائقة و56 سرير رعاية متوسطة كمان هيحتوي المركز على 10 مكينات غسيل كولوي ومعمل متكامل و12 عيادة خارجية ومركز تأهيل وقسم للطوارئ وده بتتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة علشان تتعامل منظومة متكاملة بتشمل شبكة قومية مميكانة العمليات الزرع والمرضى المتبرعين وفقا للمعايير العالمية معهد ناصر ده مكان مهم وكبير جدا وبالمناسبة قبل ما تطلع الإشاعة اللي هتضرب بعد كده بقى في معهد ناصر أنا أقولك إن أنا تجربتي مع معهد ناصر تجربة أكتر من عظيمة ومحترمة أنا لحد اللحظة دي لسه صحيا ما لجأتش لهذا المكان ربنا يا كريم يعني حلو؟ بس مفيش مرة مفيش مرة طلبنا إنه عايزين ده حصل كذا وبتاع عايزين نلحق على معهد ناصر لايه الناس بتستجيب بصراحة جدا وفي نص الليل والساعة ثلاثة الصبح وحاجات زي كده دعموا المكان ده انتوا دعموا على الأقل بعدم عدم تناقل الشائعات ده أقل حاجة أقل حاجة ملاش بس إيه تقعد تاخد وتدي في الإشاعات اللي ممكن تبقى متعلقة سواء زي كده معهد ناصر أو بأي من منشآتنا الطبيعة أو بأي حاجة هو لازمتها إيه طب نعقلك لقيت نشر ألف غرفة عمليات في معهد ناصر إزاي يعني نشر ألف ترجمة نانسي قنقر